تواصل بعثة مملكة البحرين للحجز زياراتها للحجاج في المشاعر المقدسة للإطمئنة على سلامة حجاج المملكة من مختلف الحملات وذلك بعد أن أدى ضيوف الرحمن من مملكة البحرين مناسكهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ومن ثم في أول أيام التشريق في ظل الإجراءات التنظيمية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال توفير فرق متكاملة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى التي أبدأت حرفية وإتقانا عالي المستوى وكذلك التعاون أصحاب الحملات البحرينية الذين التزموا بخطط التفويج التي تمت عبر مشروع قطارات المشاعر الذي يوفر الوقت والجهد على الحجاج مما يسر للحجاج أداء المناسك باطمئنان ترجمة نانسي قنقر